كابتن أمير حديك ذكرت اسم أحمد بررادة طعم وقلت كنت بتضرب أحمد بررادة في المتاق فده هيخلينا أسأل حديك لأن شكلاً حديك صغير مش كبير أعم بدأت لعبة السكواش من إمتى ومناسبة الحديث عن أحمد بررادة احنا عندنا علي فرج الجيل الحالي يعني أو الجيل بتاعه والناس اللي ما يتكلم عن عندها 30 سنة مزبوط وبعد كده داخل مصطفى عسل مزبوط مين اللي جاي كمان هيجي بعد مصطفى عسل يعني هو سؤال مركب هيجبادئ من إمتى وإزاي هنطلع جيل جديد بعد مصطفى عسل عشان ما يبقاش زي ما قالت بسانت الكيرفي ينزل وما فيش عندي ناس تقدر تسد في الحتة جيد أنا أخذها واحدة واحدة أنا دخلت في التدريب وأنا صغار جداً برميشة مخصوص من الدكتور عبدالقهد جمال الدين نزير الشابة وريادة السابق لأن كان ممنوع زمان تلعب وتمرن وأنا كان جالي فرصة أن أنا أهاجر بره وكان الجيل الأحمد برهد وعمر بلوزي بايد ومسكاو وكل الأبطال دول كانوا لسه تحت 16 و14 وأنا كنت يعني توانتي كده وجالي أن أنا أطلع وهاجر بره وتترفضت الفكرة أن أنا لازم أقعد في مصر وعملوا يتصريح أن أنا ألعب وأدرب ودي كانت أول مرة في التاريخ بتحصل عشان يحافظوا على الجيل اللي جاي وأقدر أن أنا مررهم لأن لو سفرت كان من معظم الرجال خلاص سفروا وهاجروا بره في أوروبا وبينشروا اللعبة في الجالف واحترفوا كتير ما كانش فيه غير أن أنا بطل الرجال أن أنا اللي موجود فلو مشيت كان ما فيه جياب كبيرة جدا ودي أنا يعني المرحوم دكتور عباها جمال الدين كان عند رؤية فيها جامل أن أنا أعادت وقدرت أطلع وشد بقى الجيل بتاع أحمد برهد وعمر وكل الأبطال أنت مش عزان تتعدل القاعدة كانت كبيرة جدا وخدنا بطولة العالم تحت 19 سنة الأول مرة في التاريخ سنة 94 في نيو زيلاد فردي وفرق كان أحمد برهد كذبت وعمر بروسي في فاينلا تري تو ومصر كذبت إنجلترا الأول مرة تلاتة سفر وكان بقى الجهاز معي أستاذي مسؤشر الفني ساعتها كابتن أباس كعود لأنا كنت صغير فهي دايما ببقى الرجل التاني لغاية مثلا عشر سنين كده لغاية لما خدت فرصة أن أنا أكود بقى الواحد المسيرة فدي كانت يعني دخلت زينس كواشوانا صغير والتدريب بدري جات صدفة وكملت فيها بقى الحمد لله